إلى أي حد يا جماعة والله أتكلم بأمانة وأنا مبارح كنت موجود هنا في التغطية بشكل مباشر أنا وزميلي العزيز كابتن هيسم السعيد بعد صوات الجمعة مباشرة أعدنا بتحوالي 3-4 ساعات تغطية وروحنا على طول لمقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان ندلي بصوتنا وقال أنا لما روحت بصراحة أعدت وكنت حريص جدا أن أنا أعد لغاية لما يتم إعلان النتيجة أعدنا لغاية تقريبا الساعة 2.30 الفجر لغاية لما نتيجة تم إعلانها أن أنت تعيش اللحظات دي وأن أنت تشوف أعضاء الجماعة عمومية هم حريصين أشد الحرص على التواجد وعلى المؤذرة وعلى الانتظار للنتيجة النهائية للانتخابات فتبقى أجواء جميلة وأجواء عائلية بالمناسبة أجواء عائلية أسرية داخل النادي الأهلي كنا بنشوفها مبارح وكنا بنعيشها في الحقيقة الكل بيحب الأهلي حتى لو فيه اختلاف وجهات النظر أن أنت مدي مثلا فلان أو مدي علان إنها ليست هي القصة القصة إننا كلنا بيحب الأهلي وكل واحد بيحب الأهلي بطريقته والوعي اللي كان عنده أعضاء الجماعية العمومية النادي الأهلي إن هما مكانش صوتهم بيمثلهم هما بس لا هو صوتهم كان بيمثل الجمهور الأهلي الجمهور الكبير ده اللي بيقدر بملايين والملايين دي لقطات من المشهد البارح لقطات ممتازة ما ستشوفوها غير في النادي الأهلي صعب أن تشوفوها غير في النادي الأهلي اللي عايز يبقى زي الأهلي يتعلم من الحاجات دي الجماعيات العمومية اللي في مختلف الأندية داخل جمهورية مصر العربية الحبيبة اللي حابب اللي حابب أنه هو النادي يبقى على غرار قيم ومبادئ وإنجازات النادي الأهلي يبص على المشاهد دي ويتعلم منها ويشوف الأساسيات إيه اللي بيمشي عليها النادي الأهلي مش عيب أبدا أنك تتعلم مش عيب أبدا أنك تطور من نفسك وتاخد مثال يحتاز به سواء على مستوى مجلس إدارة أو على مستوى أعضاء الجمعية العمومية علشان تقدر تطور من نفسك وتقدر توصل للمكانة اللي هو موجود فيها فعلا النادي الأهلي والأهلي بالمناسبة ما بيكتفيش بالمكانة دي لا الأهلي بيبقى دايما عينه على التطوير الأهلي بيبقى دايما عينه عايزي بقى أحسن أنا عايزة بقى أحسن من كده حتى لو أنا دلوقتي كويس مية في المية لا أنا عايزة بأحسن مليون في المية وهو ده أو هي دي الثقافة اللي موجودة هنا عند كل واحد داخل النادي الأهلي موجودة هنا عند كل واحد من اللي بيشجعه النادي الأهلي كله كان حريص جدا جدا أنه هو ينقل رأيه من جمهور النادي الأهلي لأعضاء النادي الأهلي لحق لهم التصويت لو سمحت عشان خطرنا إحنا عايزين ياريت القايمة عشان كذا وبمبررات ومثلا بأمور هما شايفين أنها مصلحة النادي الأهلي فأحاول أخناعك لو أنت لك وجهة نظر تاني عشان جمهور أنا جزء لا يتجزأ أبدا من كيان النادي الأهلي ولا يتجزأ أبدا من أعضاء النادي الأهلي إحنا كلنا بنكمل بعض كمنظومة سواء مجلس إدارة سواء جماهير قبل أي حد سواء أعضاء جمعية العمومية سواء إعلام سواء لعيبة سواء أجهزة فنية في مختلف أنشطة الرياضية داخل النادي الأهلي المنظومة كلها بتكمل بعض المنظومة كلها بتشتغل بحب وبيبقى هدفها دايما مصلحة النادي الأهلي ومن هنا جه شعار الأهلي فوق الجميع اللي الناس ممكن بتحاول تاخده في اتجاه تاني لكن هو معناه معروف جدا عند كل المصريين إن الأهلي فوق جميع أبناء ده فعلا اللي حصل وده اللي احنا فعلا شفنا مبارح من خلال انتخابات رائعة ومشاهد أكثر من ممتازة ومشاهد تبسط وتفرح وتدعو للفخر بالنسبة لأي واحد من جماهير النادي الآن كلينا أقول لحضراتكم